موسيقى الحقائق كاملة بشأن ما أسير في الفترة الأخيرة الحقائق كاملة لأنه لا شيء نخفيه ومشروع القانون دخل مراحل كثيرة فالحقائق تعلن كاملة الأمر الثاني يمكن تحريصاً أو صديق الأستاذ ديرا شواناً على الحضور لأن دي قضية بالغة الأهمية قضية بالغة الأهمية ويمكن سمعنا كلام كتير عنها في الفترة الأخيرة كنا في حوار مع سيادة الفريق يمكن قبل أن نتشرف بلقاء حضراتكم وأنقل عنه وعني بعض الرسائل المهمة الرسالة الأولى اللي يجب أن نعيها جيداً أن قناة السويس دي ستظل تحت السيادة المصرية كانت مصرية والآن هي مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرس الله الأرض ومعليه دي قضية غير قابلة للنقاش وغير قابلة للحوار وغير قابلة للتشكيك أو لإشاعة أي كلام بشأنه الأمر الثاني أن رئيس الدولة المصرية يعني رجل وطني من الطراز الأول بينتمي لمؤسسة عسكرية عظيمة المؤسسة العسكرية دي اللي كانت بتفتدي كل شبر من أراضي سيناء بالأرواح وبالدماء فليس متصوراً ولا مقبولاً ولا معقولاً أن هذا القائد الوطني اللي حرر مصر من أشد مستعمر في تاريخها هيفرد في شبر واحد أو هيسمح بالتفريد في شبر واحد من الأراضي المصرية الأمر الثالث قناة السويس رمز للنضال الوطني رمز الجمال عبد الناصر ولأنور السادات ورمز الكرامة الوطنية حفرت بدماء المصريين وتضحياتهم وبدماءهم فليس متصوراً أن بعد كل هذا التاريخ النضالي الطويل هيتم التفريط فيه جزء من سيادتها ده أمر ليس معقول دي رسائل نحبينا نوضحها بس في الأول مع الوضع في الاعتبار أنه يعني مش بقى بنظرية معامرة أو خلافة لكن مصر حقيقة بتتعرض لموجات ضارية من الشائعات يوم بعد يوم شائعات كثيرة جداً وإذا لم يعني يجدوا الشيء يبسوا حالي شائعة بيتم اختراع شائعة وابتكار شائعة فطبعاً هذه الكتائب وعلى فجرة ليست كتائب إخوانية فقط هي اللي أطلقت الشائعات لا دي كتائب كثير جداً لها مصلحة في أن قناة السويس لا يتم فيها أي تطوير أو أي تحديث فأنا نتبه لهذه الشائعات وأنا نتبه جئنا بقى سيادة الفريع يكلمنا على الحقائق كاملة ما فيش حاجة يعني تستخدم لكن في نفس الوضع لابد من الدخول في مشروعات اقتصادية تحت السيادة المصرية وتقوم بها الأيد المصرية وبأموال مصرية خالصة للتطوير والتحديث عشان تظل قناة السويس أهم مرفق للملاحة مش في الشرق في العالم كله محتاجة لتطوير ومحتاجة لتحديث ومحتاجة لأيدي وطنية ومحتاجة لرؤى وطنية فدي الحقيقة يعني معاني أنا أحبت أكدها وإحنا كإعلام بندفع عنها وبنسمينها وبنقف وراها وبندعمها أي كلام آخر بقى عن التفريد في السيادة عن التفريد في القرامة عن مش عارف شركات ايه 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 سيادة الفريق هتولى الرد على كل هذه الأمور أنا بشكركم وبتمنى لكم إن شاء الله يوم موفق شكرا لكم والآن نستمع معا إلى كلمة السيد الأستاذ ديارة شوان نقيب الصحفيين المنصق العام للحوار الوطني بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير على حضراتكم جميعا الحقيقة شك كل شك لسيادة الفريق وسيادة الربيع لدعوتكم قبل ما يبقى دعوتنا لحضور هذا المؤتمر وهذا المؤتمر في الحقيقة ينبئ عن أمرين مهمين الأمر الأول أن هذه الدولة وهذه الهيئة بقيادة الرئيس عدد الفتاح السيسي حريصة على أن تعقد علنيا ومزاعا ربما الآن على الهواء من بعض حضراتكم ومن بعض القانوات الإخبارية كل ما يتعلق بموضوع يشغل المصريين جميعا بل ويشغل المنطقة الآن الأمر الثاني هو سرعة التحرم مجلس النواب انتهى فقط قبل أمس من الإقرار المبدأي لمشروع القانون واليوم وبعد أقل من 48 ساعة السيادة الرئيس بيوجه بدورة عقد لقاء مفتوح وليس مغلق ومسموحهم فيه بالتسجيل والإذاعة على الهواء المباشرة وبالتالي هذا ينبق بأن الأمر يخص المصريين والرئيس الجمهورية ورئيس تحقيق قناة السويس مكلفا منه يخبر المصريين ويقشهم بما هو شأنهم وليس شأن حكومة أو رئيس دولة وشأن هذا الشعب منذ أن حفرت قناة السويس وحفرها بدماء وأرواح شهداء بألاف بل بعشرة الألاف الأمر الثاني وأنا أظن أن يتحدث هنا بالنيابة عن سيادة الفريق السامة الربيع أن لا شيء ممنوع من الأسئلة سألوا كما شئتم اطرحوا النقاط التي حضراتكم ترون أن بها غموضاً تريدوا أن تستوضحوا وسيادة الفريق سيوضح كل هذه الأمور وإيه بكل صراحة ووضوحاً أي سؤال تريدون أن تسألوا فلا شيء ممنوع في هذا المؤتمر الأمر الثالث هنا أتحدث عن المراسلين الأجانب الذين تنظم الهيئة العامة للاستعلامات حضورهم في المؤتمرات الصحفية وفي كل الأحداث الرئاسية في الفترة الأخيرة وكان هناك توجيه واضح من سيادة الرئيس بأن يحضر مراسلون أجانب كل الالتزامات والافتتاحات الرئاسية وهذا الأمر يتم في خلال العامين الماضيين بانتظام عدد هناك لدينا اليوم حوالي 18 وسيلة إعلامية أجنبية وأعربية طبعاً ويحضر من جملائنا منها حوالي 45 زميل وزميلة سواء كانوا مراسلين أو مصورين الأمر الأخير هو أنه وده ليس توجيهاً لحضراتكم أو تحديداً للنقاش لكن الذي يرى ويحلل كل ما قيل خلال الفترة الماضية حول هذا المشروع يمكن لأن يستخلص اتجاهي الاتجاه الأول وهو اتجاه بعض الاقتصادين في مصر يدعون إليه وهو اتجاه يحترم ويناقش وبالمناسبة هو مطروح في الحوار الوطن وهو فكرة وحدة الموازنة والصناديق والصناديق الخاصة على الهيئات العامة ده موضوع اقتصادي بامتياز أتى الصندوق لكي يسيره من جديد هل موازنة الدولة تضم كل الهيئات والمؤسسات والصناديق أم لا هناك رأي مطبق الآن أنه لا وهناك رأي اقتصادي آخر يقول نعم ومن هنا بعض الاتراضات تأتي من هذه الزاوية الاقتصادية وهي بالقطع مطروحة الآن ضمن جدوى الأعمال الحوار الوطن الأمر الثاني هو أمر سياسي وهو الخوف والتخوف عند بعض الناس أو الريبة والاسترابة والتشكيك عند آخرين بأن هذا المشروع فيه تفريط في السيادة الوطنية على قدرات الشيء أنا لن أجيب بما هو معروف ومؤكد بالنسبة لي على الأقل أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذا البلد فما بالك بهذه الأرض وهذه القناة التي سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب المصري سواء من أبناء قوات المسلحة من الضباط أو الضباط الصف أو الجنود من الذين هم داخل قوات المسلحة عاملين وبالأخص الأغلبية الصاحقة من مجندي القوات المسلحة من الضباط والجنود أيضا سألت هنا الدماء فلا أحد يمكن له أن يفرط في هذه الأرض ولا تلك الدماء هذه القناة نذكر معا ونذكر بعضنا البعض أمامها الرئيس جمال عبد الناصر بعد 1956 وكان متبقن من فترتها قرابة التسع سنوات هذه القناة استردتها مصر قبل أن تسترد بنما قناتها على الأقل بأربعين عاما وبالتالي من استرد هذه القناة لا يمكن أن يفرط فيها وإذا كان رئيس الجمهورية والقائد الأعلى لقوات المسلحة الرئيس السيسي ومن قبله من الرئيساء فهم الآمنون والمؤتمنون على هذه الدماء وهذه الأرض ولا يمكن لهذه المياه وهذا المرفق أن يذهب إلى أي حين أحد آخر آخر نقطة حضراتكم الحديث عن وجود إمكانية التسلل الأجنبي لهذه المنطقة طبعا هو من ناحية الوطنية والتاريخية لا يمكن كمان من ناحية الاقتصادية لو أراد رئيس الجمهورية أن يلجأ للتنويل الأجنبي ليس تملكا للقناة بل في حفر القناة جديدة لكنه لجأ إليكم لجأ إلي المصريين وفي خلال أيام كان هناك 65 مليار جنيه دفعها المصريون عن طيب خاطر لكي تبنى القناة الجديدة وبالتالي من يفعل كل هذا لا أظن أبدا أنه يمكن أن يفرط في شبر واحد أو في نقطة رمل أو في نقطة مياه من هذا المر أشكر حضراتكم شكرا الحضور الكريم قناة السويس كانت دوما على مدار تاريخها السجل الذي يرصد بدقة وانتياز كيف نجحت إرادة المصريين بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة في الحفاظ على كل حبة رمل وكل قطرة مياه من مقدرات هذا الشعب العظيم نتابع خلال الدقائق التالية فيلم قصير بعنوان قناة السويس عبر التاريخ قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس عبر التاريخ وباسم مقدر أقول للعالم كل أننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء نأذن نحن عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربي ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع هدية الشعب المصري إلى العالم ما يؤكد على حرص مصر الجديدة على بناء غد أفضل لأبنائنا وشبابنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشبابنا في هذا الموضوع أسمعنا نحن نحييهم لأوسمع عشان أكد أن قناة السويس قوية باقية قادرة على تلبية نقل التجارة العالمية بتناسب دي او اكتر كمان من كده كانت وستظل دوما قناة السويس مصرية الهوية ومصرية الادارة نستمع الان الى كلمة السيد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بسم الله الرحمن الرحيم في البداية برحب حضراتكم والسيادة الاعلامين والصحفيين والمدرين الادارات وهيئة قناة السويس بالكامل حيث ان احنا بنعمل المؤتمر دوا النهاردة على دفاف قناة السويس التي تمتلكها مصر ويمتلكها المصريون والسيادة اولا واخيرا للقناة لمصر والمصريون النهاردة حضراتكم شركاء معنا في هذا اللقاء نوضح نقاط كثيرة يمكن كان فيها جدل خلال الفترة السابقة وان شاء الله باسئلتكم سنجاوب عليها ونحاول احنا نرد ونوضح الأمور كلها طبعا حتبعنا خلال الايام الماضية ما يصير حول مشروع قرار صندوق قناة السويس الجديد واستغلال اصول القناة بأي شكل من الاشكال زي ما شفنا في الفيلم التاريخي للقناة اللي احنا شفناها دلوقتي ان القناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة 1259 واستمر الحفر 10 سنوات حتى في تتاعت عام 1869 اشترك في حفر قناة السويس ربع الشعب المصري الشعب المصري مليون مواطن من المصريين اشترك في حفر قناة السويس وكانت تعداد ايامها 4.5 مليون يعني نتكلم على مشروع اقاوم المصريين بربع الشعب بالكامل واستشهد منهم 120 ألف واحد ودماءهم الزكية يمكن صارت في القناة قبل ما تسري فيها مياه البحر بعد كده قرار التاريخي لتأميم قناة السويس عام 1956 من رئيس الجمهورية وشوفنا القرار جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية بعد ما كان الخير بتاع قناة السويس بيقول للأجانب ومن أجل هذا القرار احنا خدنا حروب كثيرة جدا حتى نسبة سيادة مصر على القناة وعلى أرض مصر وسينة بالكامل بعد كده قرار التاريخي للرئيس محمد أنور السادات عام 1975 5 يونيو 75 تاريخ الهزيمة والنكسة يتحول إلى انتصار ويعاد فتاح قناة السويس مرة أخرى للملاحة البحرية بعد كده قرار الأكبر والعام بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014 لمدة سنة وافتتح في عام 2015 من الرئيس المصري أفتاح السيسي عشان تصنيف القناة ورفع تصنيف القناة جاسب السكن العنلاقة التي كانت تمر من رأس الرئيس الصالح في جديد القناة السويس الأليمة كانت لا تصلح لرؤمور هذه السكن العنلاقة وبالتالي كان هذا القرار قرار تاريخي محفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر في سنة واحدة ومن أول يوم محفر قناة السويس الجديدة يوم 6-8-2015 وبدأت السفن تعبر في نفس اليوم دون ويدخل دخل لقناة السويس والمصريين بعد كده بعد كده القرار الآخر لقيس عفتاح السيسي في واحد وعشرين بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس والجزء اللي كان حصل فيه الحادثة بتاعة إفر جيفن لـ 40 كيلو من الكيلو 122 تركيم القناة لكيلو 162 تركيم القناة بزيادة العمق العرض بتاع القناة 40 متر جهة الشرق والطعميك من 66 أدم لـ 72 أدم يعني من 24 متر لـ 27 متر وإضافة 10 كيلو متر كمان لقناة السويس الجديدة في البحيرات المرة الصغرى بعمل ازدواج في البحيرات المرة الصغرى كل النقاط دي بتقدي أو بتثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري على قناة السويس نحن بنقول إن في 2015 لما فتطحت قناة السويس الجديدة ما وقفناش عند قناة السويس الجديدة بس لا ده فتطحت مشاريع كتير مدينة الإسماعيلية الجديدة 57 ألف وحدة سكنية أمام حضراتكم اللي قام بتشوفوها من هنا من المكان من هنا خمس كباري عائمة وخمس أنفاء جديدة تضاف للكبر الموجود نفع أحمد حمدي وست كباري مزارع أسماك بقناة السويس وتطوير الأسطول البحري من كاركات وكاركات وكاركات والانشات تطوير المجرى الملاحي قطاع الجنوبي وتطوير الجراشات والحفاظ على الستة وستين أدم اللي افتتحوا فيه قناة السويس الجديدة الاستغلال الأمثل لأصول هاية قناة السويس وتعزيز صناعة الوحدات البحرية في الشركات والترسانات البحرية نقول بعد كده أن احنا خلال التمن سنوات اللي تولى فيهم سيادة الرئيس طب احنا قناة السويس وصدنا فيها لأي دلوقتي ايه الأرقام اللي احنا حقناها بعد كل المجهود اللي اتعامل دوا وبعد أجدادنا محفروها في عشر سنوات واستشد منهم مئة وعشرين ألف وحد نشوف كده مع بعض الاحصيات اللي موجودة في العام الميلادي اللي احنا بصدد انتهاءه خلال اسبوع من يناير اتنين وعشرين لديسمبر اتنين وعشرين مقرنة بالسنة اللي فاتت في نفس التوعيد احنا عدد السفن السنة دي الحمد لله تلاتة عشرين ألف وثمانوية سفينة السنة اللي فاتت كان عشرين ألف وستمائة سفينة بالزيادة حوالي خمستاشر وتلاتة من عشرة في المية ده اللي بنصبه يقول ليه دايماً ان ما فيه زيادات في قناة السويس وزيادات في عائد قناة السويس وزيادات في الدخل ونبقى احنا دايماً محطة أنذار العالم كله ان ما فيهش بديل لقناة السويس الحمد لله حقانة الحمد لله السنة دي مليار ربعمية وعشرة مليون طن والسنة اللي فاتت كان مليار ومليار ميتين وسبعين مليون طن بزيادة 10.5% العائب بالدولار كان حقانة الحمد لله 7.923.000.000 يعني 8 مليار والسنة السابقة كان 6.300.000.000 بزيادة 25% ده كل ده يدل على أن مجهود الناس اللي في قناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع وأن احنا نستمر دايما متقدمين وأن احنا دايما نحق نجاحها بقناة السويس اللي احنا لين السيادة عليها وللمصريين السيادة عليها بحق الدستور خلينا نستعرض كده نص الدستور مادة 43 تقول ايه في الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفاتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها مملوكا لمصر كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا او مميزا انا بقول الكلام ده ليه لان احنا بقول الكلام ده لان احنا مش ممكن بعد كل اللي بتعمل دوان ان احنا ممكن كمصريين انا بكلم انا كمصري وكراجل وطني خارج المدرسة العسكرية ان احنا نفرط في سيادة قناة السويس او نفرط في اصل من اصول قناة السويس او نتعامل مع قناة السويس بشكل شخصي وهو الدستور هو اللي بيحميها والشعب اللي بيحميها في اختام كلمتي حيب نوضح بعض النقاط بنسبة للسندوق وبعد كده نفتح الاسئلة منطولش عليكم نفتح الاسئلة زي ما حضرتكم عايزين هنقول الغرض من السندوق بدأ في 2019 اوما توليت او فكرة السندوق يعني اوما توليت قناة السويس او رئاسة هل شرفت بدنا انا تولى رئيس سيادة قناة السويس في 2019 شهر اغسطس وكان في لقاء مع سيدة الريس وقال لي يمكن نشوف ان العسكر والسيدة الريس ده كان في 2019 ان احنا انت عندك فلوس اديه على جنب عشان لو حصل طوارف في قناة السويس او حصل اي حادث تقدر تعمل ايه طوله معايش فلوس سيدة الريس ذكر الكلام ده في المطور الاقتصادي الاخراني بنفس الموضوع دول لكن هو كان بدأ كانت قال لي في 2019 فجلت لقلت اللي رئيس الهي الاقتصادية القناة السويس معاك كان قال لي معايش تولي يا راكل يعني مؤسسة عملاقة زي ايه دي مايبقاش عندك ملاقى مالية تلتميت ربعمائة مليار المليارات عندي ملاقى شئيمة بالمناسبة للي بسمعني عارف الكلام ده لان الحلم كبير قوي فقال لي لأ دور شوف احنا عملنا المشروع والأموال تسددت مش كده بطول محمد تسددت بتاعت 68 مليار بتوع طب حقولوكم حاجة عشان للفكرة والله العظيم والله العظيم ان 68 مليار دول كان ممكن يتدبروا من الجولة لكن احنا هدخلنا الرأي العام عنها عشان نعمل حالة مصري بعد حالة يأس وإحباط عاشت فيها مصري من 2011 لغاية ما أطلقنا المشروع في 2014 مش أغصص على 2014 يا جامل اه فقالت له خلت كل حاجة تمقلي قالت له شوف الفلوس الزيادة اللي بتيجي بقى مش بتاعتك صح كده دي بتاعت اللي هيت خرز تعمل لي صندوق تحط لي في الفلوس بتاعتك ديت ويتنمى وما تصرفش كل ما بصرفش قال لما أنا كنا أقول اه هي كده طيب يستندوا فيه كامل النهاردة يا دكتور سنتين مش كده جالي بقى الدكتور معيد وجالي الدكتور مصطفى قال لي يا فهندم إذا كلام قلت له آه زي ما وقفت جنبك سيب نعمل مش كده يا دكتور النهاردة فيه 80 70 80 مليار جنيه ولسه بنقول يا هادي سنتين 3-4 يبقى عندي 200-300 مليار جنيه في الوعقة تبقى الشركة دي ما لقيتها الملقي هنرجع تاني ان الهدف في الصندوق كان حكتين أساستين مش هما دول بس اللي كانوا حكتين أساستين الأول أولا ان احنا نستثمر جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات الهيئة تعود بالنفع والخير والنماء على هيئة قناة السويس وعلى الشعب المصري النقطة التانية وكان دي بداية الفلسفة بتاعت الصندوق أساسا اللي هي مجابهة الأزمات والطوارئ القاهرة اللي ممكن تحدث وإحنا عارفين دولة احنا بنعيش ازاي في العالم والأزمات اللي بتحصل كل سنة طب احنا نتكلم على الثلاث سنوات السابقية عشرين وعشرين أزمة كورونا الحمد لله يمكن ربنا أكرمنا وعدينا منها بسلام ونجاح بسلسات تسوقية مارينة ودراسات وخطط وقدرنا أن احنا في حين العالم كله خسر وكنوات كتيرة خسرت اللي احنا حققنا زيادة في عدد السفن 8% وفي الإراد ما زادتش عن السنة اللي قبلية لكن ما خسرناش يمكن عدد بدون لكن نجي للأزمة في 21 مارس 21 الأزمة دين السفينة فضلت شحطة ست أيام الحمد لله فضل من ربنا ومجهود المصريين ومتابعة سابت الرئيس عفتاح السيسي احنا قدرنا أن احنا نعاوم السفينة في ست أيام لكن الخبراء الإنقاذ العالميين وأكثر المتفائلين كانوا قالوا أن الموضوع دول هياخد من 3 شهور ل6 شهور طب نحسب مع بعض كده لو احنا عدنا 3 شهور بلا 6 شهور قناة مقفولة هنصرف على القناة منين ونجد أن نرجع للدولة فبدل ما أنا دعا من الدولة ودعا من الخزينة بتاع الدولة حطوا من الدولة فلوس عشان نشغل نصرف على القناة فده كان برضه من ضمن الفلسفة حاجتين مهمين قوي الاستثمار ومجابهة الطوارئ أنا عايز أقول برضه نقطة أن الصندوق مراكب من الجهاز المركزي الصندوق حابق ليه مجلس إدارة وليه خبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من خارج الهيئة من زور الخبرة وحيبقى مراكب بين الجهاز المركزي يعني بكل سنة ليه مراجعة الحسابات بتاعته عندنا وبعدين في المالية وبعدين الجهاز المركزي وبعد كده هتخش مع الموازنة بتاعة الهيئة قناة السويس في مجلس النواب بتتراجع تاني وتصدع عليه في اختام حديثي بقول وأكد أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس مرة تانية أو مزناتها أو مشروعاتها وده كيان مستقل يعني نفس المبين صندوق قناة السويس والمرفق أو هيئة قناة السويس مفيش اتصال بينهم ومش هيعوم على بعض ونأخذ من هنا نحط هنا مفيش كلام من ده كل حاجة ليها مزانيتها محسوبة وبتتراجع وبتراقب من أكتر من جه الحاجة التانية المهمة أننا لن نقططع من الموازنة بتاعة الدولة لنضع في الصندوق هذه برضو نقطة مهمة الموازنة بتاعة الدولة بتتخصص وبتتراجع برضو الأول في الهيئة هنا بتتعمل وبعدين بتتراجع في المالية وجهاز المركزي المحاسبات ثم في لجنة الموازنة في مجلس النواب ثم يتصدع عليها ويتحدد فيها جزء الأكبر للدولة اللي هو عبارة عن الفائد والضرائب والإتوات لكن إيه الفلوس هتيجي منين الجزء اللي مخصص للهيئة سواء كان في المشروعات الإستثمارية وديه محرض ونحن ما نقربش منها لكن مشروعات التشغيل والوقود يتفضل جزء يتجمع آخر السنة ويتحسب عليه تاني برضو وممكن يترد تاني للدولة لكن غير الميزانية اللي يمتحدد عليه هو ده الجزء اللي إحنا السيادة الرئيس قال إن إحنا يتشال على جنب عشان الظروف الطوارئ أو الاستثمار ويتعامل بيه صندوق بعدما يبقى جاهز إنه يبقى فيه صندوق ممكن يتعامل فيه مشاريع عملاقة همتكلم برضو على المشاريع أولا المشاريع مش تبقى مشاريع بسيطة أو للا مشاريع عملاقة زي بناء السفن الكبرى أو الكبيرة أحواض ترسانات وكل دي هتبقى فيه بيوت خبرة لدرسات الجدوى ومتراجعة وجاهزة لمشاريع التنفيذ ذات الدرسات الجدوى الناجحة فقط هي اللي هتنفذ وفيه مرائبين معنا ماليين وفيه مرائبين وفيه مستشارين ومتخصصين قانونيين ومستثمرين من خارج هيئة كناتسويس أنا قلت اللي عايز أقوله وشكرا لإنصادكم وأسف للإطالة وأنا جاهز برضو إن احنا نسمع الأسئلة نرد عليها إن شاء الله شكرا حد ينظم بس حد ينظم بس حد ينظم ملين اللي حاجة وبرسيل يعني ممكن نشتغل بجنب مثلا كده بعدين النص وبعدين الشباب نبدأ من هنا بس بسم الله بسم الله تحتاج إلى فكرة إنشاء صندوق استثمارية ده سؤال الثاني الغرض ويعني الرؤية المستقبلية بعد إنشاء هذا الصندوق شكرا طبعا نحن نتكلم برضو إن نحن نتكلم على صندوق منفصل عن هاي القناة السويس الصندوق ده قلنا أولا ممكن يدعى مشروعات لقناة السويس بدل ما نقول الدولة وناخد من الدولة وبالتالي بقى المصدر بتاع الفلوس تعيتها موجودة أساسا فيه صندوق موجود بدل ما ناخد من الدولة زي مثلا ما تعامل مشروعه ستر رئيس الفلوس وكانت موجودة لكن احنا حبنا مشرك المصريين فيبقى عندنا صندوق يعني احنا المشروع الجنوبي قطاع الجنوبي اللي احنا بنعمله ده بيكلف حوالي تسعة مليار جنيه هذا ما ناخده من الدولة ما ناخده من الصندوق ده مشروع ناجح بيقدم خدمات للعملاء بتاعنا فهو ديفل سفت الصندوق إنه ما فيه حاجات استثمارية هننجح فيها إن شاء الله نضيف عائد ونضيف كمان قيمة مضافة لهية قناة السويس كهية كبيرة حيث دايما بتسألونا أنا برضو يعني كويس سؤال كويس سؤال جدا دايما بتسألونا هو ما فيش حاجة في قناة السويس غير المجرب ملاحي وإحنا قاعدين على قناة السويس ما نعملش حاجة غير إن مراكب تخش وتدخل تدفع فلوس ده كان دايما استفسراتكم ما فيش أي مشروعات تانية بنعملها ودينا بنعمل المشروعات اللي أنتم قلتوا عليها هنعمل إن شاء الله مشروعات جيدة تفيد الدولة وتفيد القناة السويس سيادة الفريق بعد التحية طبعا على هذا المؤتمر التوضيح يعني نصيب تصريح قبل يومين لسيادة الفريق هو ما ميش القانون بيتحدث عن أن القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه ويفتح الباب لسابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس أعتقد هذا التصريح يحتاج توضيح من سيادة شكرا فأنا شكرا لحضرتك على السؤال سيدة فريق مهب ليه كل الاحترام والتقدير ولكن أنا عايز أقول أن القانون السندوق أو مشروع السندوق الدرس كويس جدا سواء في الهيئة أو في المالية أو المستشارين في رئيسة الوزراء والقانونيين وفي مجلس النواب مشروع لن يسمح بأن يبقى فيه أجانب كل اللي بيعملوا فيه هيئة قناة السويس من أول الإدارة لغاية المرشدين لأن كلهم مصريين ولن نسمح بتغيير هذه الهوية ولن نسمح للمستثمر أجنبي أن يخش يبقى لي السيطرة حتى إحنا بنعمل يعني أنا دلوقتي من غير السندوق إحنا عاملين شراكات أوريدي مع ناس ولينا فيها الأولوية يعني النسبة الأكبر لهيئة قناة السويس مش للمستثمر الأجنبي يعني في أوريدي شراكات موجودة سواء كمشركات عربية أو مشركات أجنبية فدي موجودة لكن معنى كده إن فيه مستثمر أجنبي ممكن يفرد أراءه أو يرفض كلمته على قناة السويس لا يمكن فالسيادة مصرية لقناة السويس المشاريع كلها دائماً لدينا نسمة الأكبر ومجلس الإدارة بتاع المشروع دو ببقى عدد الأعضاء بتوع مجلس قناة السويس ببقى أكتر من عدد الأعضاء التانية وبتالب التصديق على المشروعات لقناة السويس فحطة أن يفتح باب لمستثمر أجنبي مستثمر ماشي لكن نباليس السلطة أو السيطرة أو السيادة طبعاً كلام مش هيتم سيدة فريق أحمد مهران مراسل قناة سكاي نيوز عربية لو تأمننا الوضع الحالي لهيئة قناة السويس نجد أن الهيئة لها أن تنشئ ما تراه مناسباً من المشروعات المرتبطة بمرفع قناة السويس ولها ألا تتقيد بالنظم والأوضاع الحكومية هذا بنص القانون القانون قائم يعني قبل المشروع الجريب هل هذا الوضع لا يسمح لها بأن تدخر ما تراه مناسباً من أموال لمواجهة الأزمات دون إنشاء الصندوق المثير للجدل الأمر الثاني أنه المشروع بيقول في المادة خمستاشر به مكرر هي دي نقطة تحديداً المثيرة للجدل في الأيام اللي فاتت مسألة شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة أصول إيه بالضبط أي أصول الصندوق ولا أصول المرفق وإيه الفرق بين الاتنين دي مسألة برضو فنية دقيقة تحتاج إلى مزيد من التوضيح إيه الفرق بين أصول المرفق أصول المرفق ده قلنا حق السيادة بيهاكفر للدستور هو القناة السويس وملك للشعب محدش يقدر يقترب منه لكن الجملة اللي حدا قلتها هي بتعود على الصندوق يعني الصندوق دي حبق ليه أصول وحبق ليه ممتلكات وحبق ليه مشروعات وبالتالي يمكن للهيئة إنها تبيع من هذه الأصول بتاعت الصندوق وليست الهيئة ما بنقتربش خلص من الهيئة وأنا قلت في الأول إننا نفصل ما بين الصندوق وما بين الهيئة لكن أصبح عندنا وعندنا صندوق دلوقتي مقام ليه مشروعات استمرارية وليه أصول وليه أسس وغودة فيه لازل تظهر في القانون فكلمة نبيع الأصول أو نبيع الأجزاء أو نبيع الأجزاء على الصندوق وليست على الهيئة أو موضحة يجوز للصندوق بيع أو 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 فهو مش حاجات الأصول بالهيئة وزي ما قلت أن احنا هاية قناة السويس بالأصول بتاعتها بالشركات بتاعتها لا يجوز لنا أن نفرد فيها أو نبيعها وده حقي يكفل الدستور فضل مع الفريق محمد الجندي موقع بصراحة طبعاً نحن نشكر أحارتك على المؤتمر لغلق باب الجدل داخل الشارع المصري ومن ضمن مشاريع طبعاً أحارتك ذكرتها وهو مشروع المزارع السمكية اللي هي طبعاً تتبناها الهيئة متى ستغزو منتجات المزارع السمكية الأسواق المصرية لطبعاً يعني مساعدة في الأسعار وارتفاع الأسعار داخل الأسواق المصرية شكراً طبعاً نحن المزارع السمكية يمكن كانت فتطحة سترسكة بتاحها في 2016 احنا بنعيد تطوير أجزاء فيها كتير في الأحواض وبنكبر الأحواض لأن اللي هنا كانت حضر اللي هو مثلا الواحد فدان عملنا اتنين فدان عملنا طريقة أخرى لعملية الري وعملية الصرف ولكن دلوقتي احنا بنوزع كمية كبيرة جداً من الأسماك على محافظات الإسماعيلية بورسعيد والسويس اللي هي تتبع الهيئة بغية لما الانتاج يكمل احنا هنكمل المشروع اللي احنا بنطوره دلوقتي يخلص في مارس إن شاء الله السنة الجاي لكن في دلوقتي كميات من الأسماك كبيرة جداً وأجزاء منها بالذات اللي كان قال عليها سبت الريس نخش على الجزء اللي هو البوري والبلطي الحياة اللي استهلكها الشعب احنا بنبيع دلوقتي الحاجات دي في التلات مدن بتاعة القناة بكميات كبيرة جداً وبأسعار لو ألتهتها هتستغرب عليها يعني عشان خدمة الشعب في مصر أستاذ الخير يا فندم إزاي حضرتك مع حضرتك أهد سامير مراسل فيتو محافظة الإسماعيلية شكراً على الدعوة الكريمة الحقيقة أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال هل في مزيد من المشاريع خلال الفترة القادمة في هيئة قناة السويس هيتم إنشاءها وهل صندوق هيئة قناة السويس هيأثر على موازنة الهيئة؟ طيب إحنا المشاريع اللي إحنا مشروعين فيه ده هو مشروع طبعا الأساس اللي إحنا شغالين فيه بقنا دات من 21 اللي هو تطوير القطاع الجنوبي اللي 40 كيلو اللي بتعمله دول وده يخلص إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله بعد كده بقى مشروعات السندوق حيث تبقى لسه يعني لسه طبعا هو إساسا المشروع لسه لم يكر هو مشروع قانوني يعني لسه بيكر عشان نشكل بقى المجلس السندوق يعني ولكن نرجع نقول تاني برضو حتة هل حيؤثر على العائد أو الفائد اللي بيروح للدولة؟ قولا واحدا لا لذلك زي نقولت إحنا بنعمل ميزانية بتاعة هاي القناة السويس في يونيا يعني تبقى جاهزة في يونيا وكل عام اللي هو العام المالي وبتتناقش في المالية وبتتناقش في جهاز المركزي المحاسبات ثم في لجنة الموازنة في مجل الشعب وبتقرر في مجل الشعب طيب فيها إيه الموازنة؟ نرجع نقولهم تاني برضو فيها جزء أكبر فوق عن 85% من العائد أو الفائد اللي بتعدد من المبلغ دوا للدولة وبعد كده في جزءين تانيين جزء استماري وجزء تشغيل دول الهيئة هي التي تصرف فيهم تبقى من البنود مكتوبة برضو بترتيب يعني اللي جورت بقى كام؟ التشغيل يبقى كام؟ يعني حاجات كلها محددة في الميزانية ما بندرش نطلع برها ولكن زي ما بنقول إن بيحصل ساعات فائد من الجزء دوا وليس من الجزء اللي بيروح للموازنة بتاعة الدولة والإتوات والضرائب وبالتالي احنا لا يمكن نمس الفائد بتاعة الدولة أو المبلغ اللي بروح للدولة اللي هو الجزء الأكبر من العائد بتاع قناة سويس ما بنمسوش لكن احنا بنشتقل في حدود اللي ما يتبقى من المشروعات بتاعتنا أو الفلوس التشغيل أو الوقود أو مرتبات كل كلام ده هو اللي بيتها بسم الله الرحيم محمد البنهوي الإزعى المصرية في البداية أنا بشكر سيادتك وبشكر سيادت الرئيس على سرعة الاستجابة العقدة مثل هذا المؤتمر لضحض الإشاعات اللي بتحطنا في كل وقت وبذات في مشروع حقيقة زي ده سؤالي الأول العائد من إنشاء هذا المشروع على العاملين بالهيئة هو على الموازنة العامة للدولة والسؤال الثاني اللي بأحمله من شعب الإسماعيلية متى سيتم افتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة شكرا يا فن طيب هو العائد احنا نرجع تاني برضو للميزانية يعني الصندوق ده حيبقى ليه ميزانية وليه مجلس إدارة وحيتراجع زي ما قلنا ومراقب من الجهاز المركزي ومحاسبات وبالتالي ميزانية الدولة والسندوق مزانية الهيئة والسندوق حيخش على الجهاز المركزي وخش على مجلس النواب حيتاخب برضو جزء من المبلغ دون يخش على الدولة وجزء منه خش برضو على التشغيل والاستثمار بتاع الهيئة يعني برضو لازم أنحنا نفضل مراقبين وبننفس طفقة للهيئة وبالتالي هو هيعود على الدولة وهيعود على الهيئة يحنا مش نعمل حاجة نحطها في حتة تانية ما هو تروح فيه ما هي فلوس الدولة يعني الموضوع كله فلوس الدولة وفلوس الهيئة وبتحدد في ميزانية فشكرك على السؤال ده بالقناة الإسماعيلية الجديدة خلاص الدولة يمكن في آخر يعني الشهر ده ديسمبر تعريبا فيه اجتماع آخر اجتماع في الأمانة العامة للمزور الدفاع علشان خلاص نستلم إحنا لنا على فكرة فيهم 72 عمارة في الإسماعيلية الجديدة احنا نغضيناه عشان المعاشات عندنا وعشان إدارات ننتقل لها كان نقص بعض حاجات في البنية التحتية يعني توصيل مش تبيني أطلاق بقى الغاز وإطلاق الكهرباء وإطلاق المية كل ده بس هو ده المتوقف لكن العبارات دي أنا رح تشوفتها أكتر من مرة مجهزة كويس جدا معمولة كويس جدا يعني في جو طبعا برضه ناقي ما فيهوش تلوث فإن شاء الله يمكن على الأول السنة هنبدأ تتفتح إنه هي اللي عايز يشتري أو اللي عايز يأجر وإحنا ناخد العبارات بتاعتنا إحنا استلمنا على فكرة تنتين عمارة تقريبا من الاتين وسبعين ومنوضف فيهم دواتي حاجات تخص الإدارات والحاجات دي لكن المشروع ماشي بتلاقش الشغال بس دايما سابت الريس حاجة جميلة جدا إنه ما بيحبش يفتتح حاجة وإنه يخلط مشروع اللي ما يكون خالص تماما متخشش تعمل فيه حاجة بعدي يعني ما عمروش إحنا شوفنا سابت الريس حط حجر أساس لحي حاجة ثمان سنين أنا شوفنا حط حاجة لأساس ولا بيروح يفتتح يفتتح بيكون كامل كل حاجة حتى العشوائيات يعني كمثال صغير العشوائيات سابت الريس مرضيش إن الناس تجيب العفش بتاعها وحاجتها ومتستدامتها اللي كانت معها في العشوائيات لا تفرشت البيوت كلها بالكامل كل حاجة من إيته زد سواء أجهزة كربية أو مفارج فإحنا بس برضو كلهم متأجل حاجة متأجل عشان تبقى في الصورة الكاملة أو في الصورة النهائية مساء الخير يا فندم صدر مساء خير يا فندم صبر يا غاني مدير مكتب اليوم السابق أبل إسماعيلية برحب بحضرتك برحب كل أسزتنا وزوهيننا الموجودين في هذا المؤتمر وبنشكر ساعدتك على هذا المؤتمر الذي يبين كذب وافتراءات فئة معينة على هيئة قناة السويس بداية يا فندم عايز سيادتك بس تطلعنا بالنسبة للصندوق الخاص بهية قناة السويس ما هي يا فندم الفئات المستهدفة في الاستثمار في صندوق هيئة قناة السويس وما هي النسبة للجهات الخارجية أو المستثمرين للأجانب وهل هل يسمح للمستثمرين المصريين أو الأفراد المصريين لإستثمار في هذا الصندوق وشكرا طيب احنا بنقول إن المشروعات إن شاء الله دايماً كل المشروعات اللي احنا بنعملها بيكون النسبة الأكبر لقناة السويس عشان نبقى تفضل النسبة الأكبر لقناة السويس في النسبة المشاركة يعني لو في مشاركة علشان دايماً يبنينا السيطرة في فرض آراءنا أو فرض سلوبنا في العمل لو في نسب مشاركة من الخارج تبقى للمشروع المشروعات اللي احنا هنعملها زي ما قولنا احنا مش بنعمل عن الملأي مشروعات لحنا نعمل مشروعات عملاقة زي بناء سفن ضخمة عملاقة زي سفن الصب بالذات يعني صب عشان ننقل الأقل البضاعة بتاعتنا بدل ما احنا بنقل بنأجر سفن عن طريقنا أحواض يعني كلها المشروعات عملاقة وزاد دراسة جدوى متحققة من مستشارين وبيوت خبرة بصرية نعتبرها عالمية فيها عشان تقول دراسات الجدوى دين انها دراسات جدوى حقيقية ونجحة ولا فاحنا مش هنعمل اي مشروع غير لما يكون الدرس كويس جدا ونضمن ان احنا لما نحط الفلوس لازم حيبقى لها عائد بس احنا مشروعات بتاعتنا ان شاء الله عملاقة مشروعات كلها مشروعات ضخمة الصحف يهاني عبد الرحمن موسق مشروع قناة السويس الجديدة طبعا بنشكر خضرتك في الحياة على رد الفعل السريع يا فندم لقطع الشك باليقين وبنرحب طبعا بعد يزن خضرتك بأسازتنا كبار معالي النقيب الصحفيين دكتور ديارة شوان والدكتور السيد كرم جابر رئيس المجلس العالي الإعلام دائما في قلب الاحداث في الحياة السؤال المعاليك يا فندم هل هناك صقف مال لهذا الصندوق المقرر انشاؤه ده السؤال الاول السؤال الثاني وزي ما حضرتك تفضلت في السابق هل هناك شكل قانون أو مالي لفكرة مساهمة المصريين سواء بطرح أسهم لهذا الصندوق أو الاجتتاب على غرار ما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة للمصريون أبهروا العالم في الحياة بجمع 64 مليار جنيه خلال أقل من أسبوع بشكر ساتة جدا طيب هو رأس المرخص الصندوق 100 مليار والمصدر 10 مليار حتة نحن نطرح زي شهادات أو فكرة ما مش لقيل لها يعني ما لقاش دلوقتي جدوى لأن احنا الفلوس اللي هي بناخدها من يعني احنا بنعملش مشروعات مرغمين عليها دلوقتي زي كان نسوس جيدا مثلا فتعاملت ويمكن كان نساء الرئيس قال للفلوس كانت موجودة لكن حبينا نشرك المصريين السندوق ده هتعمل من فائد الفائد الفائد بقى اللي هو من جزء بتاع الهيئة وخلال هذا الفائد هننعمل به المشروعات فإحنا لغاية دلوقتي مش يعني مش بناء بناءمل مشاركة حد معنا في هذا الصندوق لغاية لما نبدأ نشوف المشاريع اللي هنعملها هتعملت ازاي وحسابت ازاي تبقى لدرسات الجدوة والمشاريع تفضل فد اشترك نحن نقف الجنب ده انا نقف الجنب ده باخش الجنب تاني مش نقف نقف بعض الدرسات يتحدث عن جدي عقصة في المنافس للفرد السويس هدفها للجعب 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 من أممي للفرد السويس للجعب عايزينا حضرتك لطمئنا على جانسة للقناة للتعافل مع ناسية المشاريع وسد المقرص اللي هي ممكن بأدل من المية والقناة كأهم في جنب حيو كذا سؤالي دور يعني جانسيتنا للتعافل مع ناسية المشاريع النفس السؤال الثاني للشركات اللي هي السرعة التي تدر بالحي يعني شكل السندوق ربما هناك ضد من تطوير هذه الشركات وتعزينا الوحر وكذا وزور معني الشركات الشركات الأول يعني الشركات للأنوال وإنتاج الأحبال وكذا طبعاً لو حضرت المشاريع المشاريع المنافسة والمشاريع المنافسة والمشاريع احنا برضو بنقول احنا كل المشاريع دياً بنبصلها ولا نخفل أي مشروع منها ما ناخذوش مهما الهزل لا بندريس كويس جداً عندنا في دار التخطيط وبنشوف المشروع دا فعلاً ممكن مليه جدوى أو عائد أو منافس معنا وإن ممكن نعمله ولكن أطمن حضراتكم لغاية دلوقتي ما فيش قناة أو مشروع قناة منافس لقناة السويس ونقول أن يعني كان فيه مشاريع كتير جداً قبل 2014 وقبل فتح قناة السويس الجديدة وكان دا السببب ليه لأن فعلاً كان قناة السويس الجديدة كانت وصلت مرحلة من التصنيف قليلة جداً نظراً لأن أولاً ما كانش فيه أمان كانت قناة واحدة وبالتالي لو حصل فيها أي مشكلة أو حادثة كانت القناة تقفل كلها لغاية لما نخلص البضاء دا حاجة الثانية كانت بتاخذ السفن 22 ساعة يعني بياخد يوم بالكامل بضاعة عشان يعدي 190 كيلو حاجة بعد افتاح قناة السوس الجديدة في 2015 وزاد العمق ل 66 أدم وفي عندنا قناتين الزمن بياخد 11 ساعة بدل 22 ساعة نخفضنا 50% بوجود قناتين بقى فيه أمان لو حصل لقد الله حدثة أو حصل حاجة بيبعند لدينا قناة أخرى ممكن ننتقل إليها العماكن اللي زادت ل 66 أدم ونصبحت ممكن نستقبل كل الأجيال العامل 24 ألف حوية 400 متر طول وعرض 65 متر وغطة 16 متر 70 سنتي ما كانش بمرر في قناة السوس أبلي كثير فأصبحنا نقول لها نقطة تانية كارد في النقطة دي لكي مهم أيضا نحن في حادثة إفر جيفن عدنا 6 أيام اتمركز حوالي 422 سفينة كانوا جايين عشان عبره قناة السوس ولقوا قناة السوس مقفول لو فيه طرق بديلة انت لو تعد في طريق وليته مقفول وعندك طريق تاني هتفضل قعد تستني غادة طريق ولا تروح طريق تاني فقعدوا 6 أيام منتظرين لغاية لما فتحنا قناة السويس وعبروا في قناة السويس وفيه صفن وتوكلات ملاحية وخطوط ملاحية لغت الرحلات بتاعتها لغاية لما تفتح قناة السويس ده يدل على يدل على إن قناة السويس هي البديل الأول لكل ناس اللي احنا بنقوله نهارده أن لما نعمل 23 ألف سفينة بعده في السنة بعد أن كانوا أقصى حاجة سنة 19-18 ألف سفينة لما بنعمل 8 مليار دولار كل ده يقول إن ما فيش بديل لقناة السويس إلى الآن عشان بناشر لكن برضه ما بنخفلش يا حاج طيب إحنا المشروعات اللي احنا بنعملها هل احنا وقفنا عند قناة السويس جديدة لأ إحنا بنعمل المشروع القطاع الجنوبي من عمك الزيادة العمك بدل من 66 أدم تبقى 72 أدم يعني بدل من 24 متر تبقى 27 متر ونخلص الأربعين كيلو دول ونكمل بيئة القناة كلها عشان السفن اللي لسه ما بنتش اللي الغطس تحتها يبقى أكتر من 66 أدم مش عشان حاجة موجود دلوقتي وبنعرض أربعين متر وبنعمل ازدواج في البحارات المرة الصغرى عشان كيلو ينضاف القناة السويس عشان يسمحلي بزيادة عدد سفن داخل مجرم ملاحي ست سفن زيادة يعني احنا قصدي ما بنقفش عند المشاريع اللي خلصت ومنتظرين لا بالعكس قناة السويس دايما في حركة وقناة السويس دايما حركتها دائبة سواء كان في التطوير أو التعميق أو المراجعة الأعماق اللي موجودة فيها أو احتياجات العملاء يعني احنا عملنا الجزء الجنوبي ده وفي مشكلة اللي حصلت في ever given طبعا مش هي دي الأساس لكن كانت موجودة حسنا بها قلق الناس عملنا عن دوع التوسيع ويتحسن الملاحة في الجزء ده بنسبة 28% يعني اللي بيعبر في قناة السويس من دلاتي بعد ما يخلص المشروع الشراء السنة الجاية حيشعر بتحسن الملاحة في الجزء ده 28% عن زي قبل فبالتالي انت من تساكد بالنسبة للمشاريع على سين برضه تقفل الأبواب قدام أي حد تاني يصرف فلوسه عشان يعمل موار بديل ومش هيبهو البديل سيادة الفريق أسامة ربيع أهلا بحضرتك أنا ماريم أحمد من قناة النهار كنت عايزة أصعر حيك في بداية كلامك كنت قلت إن هيكون في خطوات واضحة وصريحة للحد من أي تدخل أجنبي أو من أي نوع آخر إيه اللي أخذ من الخطوات دي وإيه اللي هيأخذ مستقبلين شكرا يا فاند فهو فيش تدخل أجنبي عشانه تحدي ليه أساسا نحنقول قناة السويس سيادة مصرية ومنوكة للمصريين وفيش تدخل أنتوا ليه عايزين تخلوه وفيش تدخل وإحنا نحطها خطوات نمنع فيها لا أفندم هي قناة السويس مصرية أصولها مصرية دستور بيحققها ملك الشعب وملك المصريين ولا أحد ولا أحد يستطيع أن يمس قناة السويس ولا أصول قناة السويس ولا حبة رمل في قناة السويس بأي عمل غير اللي بتعمل عشانه اللي هو إن قناة السويس هي مجرى ملاحي وشريان حياة للعالم كله ومش للمصريين بس بنحافظ عليه وشوفنا احنا في حافظ برضو هنجع تاني حاسة ever given اهتمام العالم كله بقناة السويس كان عامل إزاي وكان بتصدر الخبر الحادثة دي جميع الجرائد وجميع القناة الإخبارية سيادة الفريق مصطفى عبد الفتاح قناة القاهرة الإخبارية في البداية حتى لنحدث لغط قناة السويس مرفق سيادي كما أوضحت حضرتك لا يمكن التفريط فيه الهيئة الهيئة تدير ولا تملك لا يمكنها البعض البيع أو غير ذلك بالنسبة للصندوق الصندوق الواجب منه أو الهدف منه هو التنمية والاستثمار لأصوله سؤالي في حالة حدوث أي طارق بيئة المرفق السيادي هل سيتدخل الصندوق بإنقاذ الموقف والتعويض الخسائر المادية واللي لا ما احنا قلنا احنا الصندوق الفلسفة بتاعته حاجتين أساستين أولا الاستثمار المستدام والحاجة التانية للطوارئ والظروف القاهرة واللي ممر بيها في الاقتصاد العالم كله فممكن طبعا ما فيش ما يمنع مساء الخيرسيات الفريق أنا محمد رمزي من موقع economy plus واضح هنا أننا بنتكلم أو يعني نفرق ما بين الممر الملاحي لهيئة قناة السويس والوصول اللوجستية التي تقع على جانبي هذا الممر وهذه أصول استثمارية يمكن تعظيمها والاستفادة منها من خلال هذا الصندوق كآلية استثمارية أو كذراع تمويني للهيئة أو ذراع استثماري لكن ده بيأخذنا لفكرة أن احنا عايزين نعرف هل تم دراسة القيمة الاستثمارية أو قيمة هذه الأصول اللوجستية مش يعني الأصول المرفقة هل تم تحديد قيمة هذه الأصول التي ستقول إلى الصندوق أو سيكون الصندوق هو المدير الاستثماري لها شكرا لحضرتها ما فيش حاجة حتى أقول من قناة السويس للصندوق نرجع تاني نقول الصندوق منفاصل تماما عن قناة السويس أصول هيئة قناة السويس وهيئة قناة السويس لن تمس ولن يضف منها كويما ده أنا أقول لك حتى حتى في الميزانية بتاعت الهيئة إحنا لن نمس الميزانية بتاعت الدولة فأنا مش ممكن هاخد أصل من أصل الهيئة عشان حطه في الصندوق أو هاخد مبلغ من المحدد أو المكرر للدولة في الموازنة عشان حطه في الصندوق يعني الموضوع ده برضو ما فيش فيه نقاش قولا وحيلا السندوق مفاصل تماما عن هاي قناة السويس لن يؤخذ أي شيء من هاي قناة السويس أو من أصولها أو من شركتها أو من أنساسها عشان السندوق لن يؤخذ أي جزء من ميزانية الدولة المخصصة أن احنا نتفحل الدولة عشان تضاف للسندوق مساء الخير سيدة الفريق محمد الصاحي من صدى البلد نحن كل مرة نأتي فيها قناة السويس نرى تطوير وتحديث مستمر في كل الهيئة يعني حاجة بتدعو جميع المصريين بهذا المرفق الكبير وبالتالي كمان الأرقام اللي بتصدر كل سنة عن الهيئة يعني حاجة في تزايد مستمر وده طبعا بفضل الجهود المبزولة للاهتمام بهذا المرفق تبعنا كلنا ما أسير حول الصندوق خلال الأيام الماضية ولكن في سؤالين يعني بعض الانتقادات التي توجهت لهذا الصندوق أن البعض بيقول أن فكرة الصندوق بتضيع مبدأ شمولية الموازنة بتاعت الدولة هل هذا صحيح؟ كمان في نقطة تانية أن البعض بيقول أن الهيئة لديها من الشركات ما يسمح لها أنت يعني ما يعوضها عن إنشاء صندوق صندوق جديد هل فعلا نحن في حاجة إلى هذا الصندوق والشركات الموجودة لا تكفي بهذا الغرض؟ شكرا لسيادتك نرجع تاني برضو أننا قلنا الميزانية الدولة اللي بتحدد في أول السنة المالية بيتحدد فيها رقم هو الأكبر من المبلغ اللي جاي للهيئة نتيجة مرور السفن ده بيروح للدولة ويمكن حلقة تانس منه أو ناخد منه جزء أو نكتزئ منه جزء وست الرئيس حتى قال خلاص دول اللي بتاخدوهم لكن ما يبقى للهيئة هو اللي ممكن تصرف فيه بعد نتخلص المشارعات الإستثمارية والتشغيل والوقود ده فاذا فيش فيها النسبة للشركات ده أصل من أصول للهيئة احنا منطورها برضو وبننميها عشان تبقى جاهزة إن هي برضو المشاريع كبيرة عملاقة لكن احنا لما بنعمل الصندوق ده احنا بنعمل قيمة مضافة أخرى لهيئة قناة السويس مش عايزين نقف عند يعني احنا كانت تفكيرنا برضو احنا قلنا لصندوق لحاجتين مهمين جدا أولا مشارعات الإستثمارية مستدامة وعملاقة والطوارئ والظروف القاهرة اللي ممكن تمر بيها قناة السويس مش قناة السويس بس يعني العالم كله بيمر بظروف قاهرة ممكن تحصل لأي حاجة فإحنا برضو احنا مش عايزين نقترب من قناة السويس ولا من الشركات ليها مشروعاتها وليها تطويرها اللي بيتم فيها وليها هيكلتها اللي احنا شغال فيها بوامر مسادة الرئيس وبعد التحقق نجاحات ما كانتش بتحققها قبل كده بتعمل مشاريع وبتبني سفن ترسالات ما كانتش بتبني سفن وبتبني سفن يعني احنا كل القطرات اللي عندنا الفايقات السويس وكل اللانشاة الإرشاد وكل الكبار اللي تعاملت الخمس كبار اللي تعامل دول كل المعديات اللي بتعمر بي عليها الناس كلها من ترسالات وشرفها عايزين نفصل بين الاتنين مساء الخيرية سادة الفريق معك عفاف حمدي من البوابة نيوز في المؤتمر الاقتصادي الاخير اللي تم عرض جزء فيديو للرئيس عفتاح السيسي قال ان الصندوق متواجد بالفعل وبه 70-80 مليار جنيه هل الصندوق متواجد قبل فكرة مشروع القانون في البرلمان واذا كان به من 70-80 مليار فم لازه يحويه وما ان الاقتصاد ارقام ما هو حجم الفائد بعد الميزانية التي تحصل عليها الهيئة ليتم ادخالها داخل الصندوق شكرا طيب هو الصندوق ما كانش فيه صندوق يعني هللسل الانت في اقرار مشروع للصندوق ولكن هي من 2019 زي بولي حدرتك وقلت الناس واتعرضت هنا النساء الرئيس قال يعني كان بداية الموضوع انت عندك كام شايله على جنب عشان الظروف زي اي واحد فينا في البيت بتاعه نازل بشايل حاجة فطوله ما فيش فالس ازاي فنبدأ نشيل من دلوقتي نبدأ نشيل لكن ما تعملش صندوق بعد كده نعمل صندوق ويبقى ليه مجلس دارة ويبقى ليه مستشارين زوج خبرة في التخصصات الاسمارية وفي القانونية وفي المالية وان احنا نعمل بقى مشروع يضيف اضافات اخرى للبلد وللهية لكن في الاول هو لما جمعت الفلوس دي لغاية لما عبدأنا ندرس في المشروع يعني احنا برضو احنا عايزين نقول ان المشروع القانون ده وقرار ده احنا شغالين في وقتنا يمكن ندخلها على سنة ان احنا عشان نعمل مشروع القانون يعني فكان بيتشال الفلوس اللي كان بتشال على جنب دي او اللي كانت بتفضل او بتتوقع ايا كانت هي كانت بيتشال بالنسبة للمبلغ بغنى ان احنا نقول مبلغ دلوقتي حيتعالي لانها بعد كده لما يتعامل الصندوق يتحط لكن هو زي ما حقولنا المبلغ المصدر هو عشرة مليار جنيه والمرخص به مئة مليار جنيه سيادة الفريق عمر الورواري مدير مكتب جريدة الوطن في السماعيلية سيادتك دول مؤخرا ان بقالنا سنة تقريبا الهيئة بتعمل على دراسة هذا القانون بالطبع هذا القانون جاء بعد دراسة العديد من المشروعات اللي المفترض سيضخ هذا الصندوق استثمارات فيها هل هناك ملامح لبعض المشروعات التي ستقام وما يخص مدينة الإسماعيلية من هذه المشروعات حال تم دراستها السؤال الثاني يعتبر المشروع الأضخم حاليا هو مشروع تطوير القطاع الجنوبي يعني آخر المستجدات في هذا المشروع شكرا لحضرتك على تحت إبيه الفرصة المشروعات طبعا زي ما قلنا حيبا فيه ناس من زول خبرة الاستثمارية والمالية وقرنية في مجلس إدارة الصندوق وقلنا أن هيبقى فيه مشروعات عملاقة كبيرة حتي نعمل قيمة مضافة لهاي قناة السؤال للبلد وأن هيبقى فيه بيوت خبرة لدراسات الجدوى والمستشارين لكن دلوقتي ما فيه مشروعات اللي أحب نفكر فيه مشروعات عملاقة اللي أحب نفكر فيها اللي أحنا محتاجينها اللي قبل منعمل الصندوق حتى كنا نفكر فيها إن إحنا عايزين نبني سفن عملاقة ويبقى عندنا أحواض تسعى سفن العملاقة قدير علشان المواد الغذائية أو الحبوب أو اللي تيجي في مصر فده ده 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 ممكن المشروع المتصدر دلوقتي بحساباتنا لكن لسه متعملوش طبعا دراسة الجدوى والحدي لأحنا من دلس المشروع ده فعلا يعني ندخنيها على سنة عشان نحدد القانون بس بتاع المشروع ويمكن تناقش مع وزارة المالية ومع المستشارين في رئيسة الوزراء وفي مجلس النواب عشان نوصل للقانون سيادة الفريق حدثتكلمت إنه هيتم الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة بشأن إنشاء الصندوق هل ممكن يتم الاستعانة بخبراء أجانب ده السؤال الأولاني السؤال التاني كيف يمكن الاستفادة لتحقيق أقصى استفادة من الأصول الهيئة سواء السابتة أو المنقولة لتعظيم الموارد وهل هناك مدة زمنية محددة بالنسبة لإنشاء الصندوق أو هل كمان ممكن يتم عايزين نوضح أكتر الموارد اللي إحنا ممكن إن إحنا نقدر نملى بها الصندوق اللي هالك تكلمت بالخصوص طيب بالنسبة لزول خبرة نحتاج ليه الأجانب إحنا عندنا الحمد لله في مصر الأجانب يستعينوا بيهم فإحنا إن شاء الله عندنا من زول خبرة سواء كانت الاقتصادية أو المالية أو السياسية اللي إحنا ممكن نستعين بيهم مش محتاجين إحنا بيجايبين أجانب إحنا كان كتير إيه تاني الأصول سواء السابتة أو الأصول المنقولة ما فيش أصول سابتة أو منقولة على النقل من الهيئة القناة السويس للسندوق زي ما قلنا لكنه فيه أصول للسندوق نفسه يعني لما يقام السندوق ده ويتعامل مشروع فيه زي مثلا مشروع أحواض أو الجاب يتبني فيه سفن أو يتعامل لما نعوز نتصرف في الأصول تحت السندوق وليست الهيئة يعني مدارش ممكن كاستثمار كبيع كمكسب نتصرف فيها كسندوق وبرضو ده كلام ده كله لازم يرجع لمجلس الإدارة ويتصدع عليه ومراجعات ومراكبة كاملة لكن مفيش حاجة حتى نضاف من كيمة الهيئة أو أصول الهيئة للسندوق وده بنأكد عليها المفصلين تماما ومناشي قدرة أن نعمل كده حتى يعني أنه نمتلك أنه ناخد حاجة بنصول الهيئة نضمها على السندوق ولا ناخد فلوس الهيئة نضمها على السندوق ولا ناخد فلوس الموازنة نضمها على السندوق نحن نقول المتوقع هو اللي حيبقى للسندوق شايماء النقيب قناة الشمس طبعا أنا عندي ثقة في بلدي وعندي ثقة في القرارات والقيادة السياسية فمش هسأل خالص على الشائعة بس الكلام اللي تم التداول فيه هنا احنا نفهمه والناس اللي في طبقات علمية معينة هيفهموه بس المواطن البسيط في الشارع عوزة من حضرتك تصريح واضح باللغة العمية للمواطن البسيط اللي بيتداول اشاعة بيع قناة السويس بالعمية يفهمها بياها الفول بياها الكشري الناس البسيطة عشان نقضي على الاشاعة دي اشكر حسنا شكرا هي ببساطة كده قناة السويس لا نملك ان احنا نبيعها ولا نؤجرها ولا نقترد بحقها حتى قناة السويس ملك المصريين حق يكفل الدستور ما نقدرش وإحنا عرينا القرار متاع الدستور فبطمن الناس كلها سؤال كويس بطمن الناس كلها وأنا مسؤول في رئيس هاي القناة السويس ان احنا ناس لا يمكن نفكر ان احنا نعمل كده ولا نمتلك ان احنا نعمل كده سيادة الرئيس زي ما قال طبعا السادس جاب راجل وطني راجل عسكري من المدرسة العسكرية من المساة العسكرية يخاف على البلد وخاف على المصريين وبيعمل كل اللي بيعمله دور خلال تالي سنوات المشروعات اللي اتعامل في تالي سنوات اللي كانتش ممكن تخلص في 50 سنة اتعاملت عشان المصريين فبرضو بنأكد قناة السويس لا تمس ولا قطرة من جميها قناة السويس ولا حبة رمل بقناة السويس ولا أصل من أصول قناة السويس دي للمصريين بيكفلوا الدستور وحق بيكفلوا الدستور محمود فايد مدير تحرير موقع طحية مصر يمكن قربي من ملف البرلماني سعيدنا لنا اطلع على مناقشات القانون سواء في اللجنة الاقتصادية او في الجلسة العامة للبرلمان النقاش الاساسي او الخلاف الاساسي فيه لسبب العمل الازمة الكبيرة هو مصطلح البيع في المادة التانية في نص القانون لماذا لم تبادر الحكومة ممثلة في هيئة قناة سويس باستبدال هذا المصطلح بآليات استثمارية اخرى متعلق بمصطلح البيع النقطة التانية هو اللي ذكرها استاذ نقيب الصحفيين استاذ دياء رشوان المتعلقة بالسنديق الخاصة وطرح هذا الملف في مناقشات الحوار الوطني سمعت السنديق الخاصة تقريبا يعني خلال الفترة الاخيرة مش افضل حاجة لماذا نجازف بمثل هذا الامر خلال هذه المرحلة في ملف متعلق به هيئة قناة سويس خاصة انه هو الامر ليه تدعيات سلبية شكرا الله حضرتنا نرجع للبند بتاع القانون هو مذكور فيه ان السندوق وبداية السطر السندوق الحق انه يبيع او اصول تعود على السندوق واضحة مش مش محتاجة نقاش يعني ساحل بنوضع برضو كويس ان احنا بنقول ان احنا لو حنبيع في اصول السندوق ومش حنبيع عشان لا دعنبيع عشان يبقى فيه مكسد تاني يبقى فيه حاجات تانية عشان انت بتدور الشغل بتاعك يعني فدي محطوطة لان ان انت لو محطتش البند بتاع ان انت تقدر تتصرف في اصول السندوق بالبيع والشراء والبشاركة لما تيجي تشتغل في الموضوع ده مش حاف تعمله هو مش موجود في القانون فدي كنت محطوطه عشان كده لكن هي يعني احنا حتة ان الحق للسندوق لاست واضحة اوه في بند البند واضح جدا وصريح الحق للسندوق البيع والشراء والفدي موضوع عم فيها ما وقتك سوبة ايضا. عم في الطيان الحق للشاوية سوبة الصندوق البيع والفدي Live كنات السوية الصندوق يعني السبب عن الدنيا فا سوبة الصندوق ايضا وصندوق قريم بلزا يكفيال الصندوق الاستار طبعاً أنه حاجة تطربنا الرئيس الهيئة جديدة تعودوا معي واسألوا السندوق عمل إيه؟ يعني إحنا حنشوف السندوق دي حيب عمل إيه؟ يعني خلال فترة وجيزة السندوق دي حيحقق إيه؟ هو ده بقى السؤال عملنا هل فعلاً بقى الكلام اللي حكنا بيقوله؟ ولا هنحنا كنا بيقول أي كلام؟ إن شاء الله زي ما احنا قلنا أن كنات السلوس الجديدة هتحقق في سنة الثلاثة وعشرين ضعف الأرقام وإحنا نهاردة بنقول إحنا في 22 لسه وحققنا أكتر من ضعف الأرقام إن عاملين 8 مليار دولار في السنة دي 23 ألف سفينة على فكرة 23 ألف سفينة دراكة كبير جداً 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 يعني يعني دلوقتي برضو نقول نقطة يعني شيء يسكر يعني إن إحنا كان بيعدي عندنا بلكده في اليوم 40 سفينة و42 سفينة دلوقتي إحنا بيعدي عندنا في يوم 80 سفينة يعني ضعفة الأرقام الموضوع ده برضو ليه خدمات كتير بتؤدى في هاية كانت السويس في ناس بتشقى وراء الموضوع ده يعني إحنا برضو بناخد الكلمة كده تمانين سفينة على الدماشي لا تمانين سفينة في كم واحد بيشتغل وراء التمانين سفينة دي في كم مرشد بيطلع وراء كل سفينة يعني بيوصل للمرشدين إن هم يوصلوا مثلاً تمن مرشدين للسفينة الواحد كل سفينة ممكن يوصلوا لو الحمولة بتاعتها كبيرة بيبقى في اتنين مرشد على كل سفينة بيتعدي في كل حتى في برسعيد وفي السماعيلية في السويس ومرشد بيبقى في الغاطس السويس ومرشد في غاطس برسعيد وبالتالي عمل جبار بيتعامل إن انت مراكب بتروح قطرات بتصاحب هذه السفن ونالش شغالة عليها وكوب بيديه لوجستيات جبارة بتتعامل في هاية كانت السويس حبينا المكاني هنا برده أنا بشكر كل العاملين في هاية كانت السويس من أول العامل الموجود في في أطرة من الأطرات أو البحر الموجود لغاية المديرين المديرات اللي بيحطوا الخطة ويتابعوها وينفزوها لأن فعلاً اللي بتعمل عمل 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 بطولي إن هو يتنفس بالدقة دي اللي بتحصل فيها ما فيه السفينة تأخر ما فيه السفينة معادة يتأجل فيه السفينة بعد ما فتحنا كانت السويس جديدة وقلنا إن السفنة تقضى 11 ساعة ما فيه السفينة بتأخر ساعة عن المعادة بتاحها ولكن فيه السفينة بتيجي ما بتخشش يعني إحنا دلوقتي عندنا القدرة إن إحنا لما كانوا فيه روما 22 سفينة إن إحنا بنعد مئة سفينة في اليوم مئة سفينة وده يمكن ماكسما بالنسبة لكباسة بتاعة عدد السفن اللي بتيجي وللقناة وبنزود كمان دلوقتي في بحالات المرة الصغرى ما نعمل إزدواج فيها فيه كمان ست سفن زيادة فيعني إيه لا نتضمن على قناة السويس وعن موجود في بيزر في قناة السويس وعلى عمل اللي بتريد في قناة السويس محمد حميدة يعني خلصنا هنا بخلصنا بي بي سي مساء خير مع الفريق شعر نورة فان بعمل سعر بداية هناك البعض يقول أنه الهدف من إنشاء هيئة قناة السويس هو إدارة المرفق وليس إنشاء صناديق أو إدارة صناديق ثانيا هل هذا يعتبر تحول وهذا التحول في رأي البعض ممكن أن يكون غير دستوري ثانيا الصناديق الاستثمارية برأي حضرتك حضرتك قلت أنه من الممكن أن يدخل فيها شركاء في المستقبل سواء كان هؤلاء الشركاء أجانب أو مصريين وكلاء لأجانب فهذه المسألة ربما تخيف البعض من المصريين في دخول شركاء سواء أجانب أو وكلاء لأجانب في هذا الصندوق في استثماراته السؤال الأخير يدور حوالين الفوائض التي بتدخل فيها الصندوق أو التي من الممكن أن تدخل في الصندوق حضرتك قلت أنها فوائض من موازنة هيئة قناة السويس وبالتالي هي أموال عامة فشراء الأصول من الأموال العامة أيضا أعتقد أنه مقيد وهذه مسألة تحتاج إلى إذن برلمان شكرا يا فتاة طبعا إحنا إحنا لو نعمل صندوق دستوريا حتى أقول ما ينفعش نعمل صندوق ما فيش في الدستور ما نعمل صندوق لكن إحنا بنقول إن إحنا قناة السويس دستوريا ما حدش يقدر أقترب منها ولا منوصلها ولا نتاجر فيها ولا نتعامل معها فدي نسبة لأجانب شراكة إحنا قريد دلوقتي بنعمل شراكات بهاي قناة السويس مع شركات أجنبية ولكن زي ما أقول إحنا النسبة بتاعتنا بتبقى دايما الأكبر وعدد مجلس الإدارة بعد الأعضاء إحنا بدي بقى أكبر من الشركات الأخرى عشان يبالينا التميز في اتخاذ الكرارات وفرض سيادتنا وسيطرتنا على أي مشروع بيتعمل وبنوفيش على أي حاجة ممكن تمث السيادة أو تمث الكرار ودي موجودة حاليا دلوقتي في بعض يعني عندنا شركات شركات سواء جمع المخلفات من السفن سواء شركات لك التكريك كل دمعة أجنبية وشغالة أورادي من غير صندوق لأي حاجة يعني شغالة مع قناة السويس وبلا سنين ما حصلش أنه فيه حصل فيه خلط بين الأمور دي فحثة أنه ما فيه أجنبي مسيطر على مشروع ودخل شراكة نطمن المصريين أن نحن بردو سنقول أن الصندوق مفاصل تماما عن الهيئة نطمن المصريين أنه ليس هناك سيطرة لأي حد من الأجانب أن يفرد رأيه أو يفرد سيطرته أو يبقى ليه ليد العليا في أي مشروع من المشاريع اللي هتعمل بالصندوق اللي هو المنفصل على هاي قناة السويس نرجع تاني نقول برضو أن السيادة لقناة السويس نعيد حب نقرر أتاني السيادة لقناة السويس للمصريين والبرلمان ولكن كنت حدوي بتقول أن هتا لازم ناخد رأي البرلمان طبعا احنا ده اللي بنعمله دلوقتي يعني عشان أعمل الصندوق طبعا لو البرلمان رفض الصندوق خلاص مش تعلم يعني هو الرأي اللي حدوي بتقوله تماما يعني أن احنا فعلا احنا رجعنا بعد كده هو احنا قدام البرلمان يقول يا جماعة وصوتونا على الصندوق يقولوا رأيكم ايه فيه والدرس عندهم على فكرة في اللجنة الاقتصادية والموازنة وكل حاجة يعني فاحنا بناخد رأيهم وبنستأذنهم وبيحطوا الرأي فيه تبقى للنواب الشعب اللي حيقول الرأي بتاعه فاحنا برضو بنطلب ان احنا لا احنا ما بنشتغلش لوحدنا يعني دايما بنشتغل علينا جهات ركبية ومحددين بميزانية ومحددين بأصول بنشتغل عليها الفوائد اللي بتفضل دي زي من قلت الحددك هي احنا بندي الجزء الأكبر أساسا في الميزانية للدولة بقول لي حالي فوق ال85% من العام الجزء الثاني اللي بتحدد لنا برضو بقيم للمشتغلات الاستثمارية اللي كان الهيئة والتشغيل والوقود والمرتبات ده جزء تاني اللي بيفضل من الجزء دوا زي ما حدر بتقول فعلا مفروض ان هو يرجع للدولة تاني لكن بتصديم السيادة الرئيس وبتصديم البرلمان دلوقتي ان المبالغ دي نعمل بها قيمة مضافة في صندوق نعمل بمشاريع املاقة بس ده ده كلام ما فيش حاجة زي عمر الجبيلي من التلفزيوني للحداث اليوم طبعا كل شكرا لحضرتك والقائمين على هذا المؤتمر اللي جي في وقته بعد كتير من الشائعات والغلط الموجود في الشارع المصر احنا مشكر سيادة الرئيس هو اللي قال نحنا وبشكر على سرعة الاستجابة طبعا لازم اسوأل الاول لحضرتك لماذا لم يتم عمل مناقشة مجتمعية قبل ذهاب هذا القانون الى مجلس النواب منعا لزهور الشاعات خاصة في الفترة اللي بتمر بها مصر من اصدار قوانين كتيرة ومؤسرة زي الفترة الالكترونية واصدمنا مع المحاميين وايضا الاطباء وارتفاع الاصعار لمعظم السلع والخدمات وايضا قانون ترخيص المحال التجارية والسؤال الثاني لحضرتك طبعا احنا بنتكلم عن ارتفاع اعداد السفن المرة وصل قرابة 24 الف سفينة وايضا العائد بالدولار ارتفع الى قرابة 8 مليار كيف سيؤدي انشاء هذا الصندوق على زيادة تلك الاعداد سواء اعداد السفن او العائد الدولاري مشكرا حضرتك احنا بمدنا المشروع دوا او قرار المشروع يعني لمجلس النواب فهو مجلس النواب هم موثلين الشعب وبالتالي هم بيتناقشوا معنا واتناقشوا مع الحكومة كانوا بيتناقشوا في موضوع دوا يعني رأي الشعب هده المدون الموثلين للشعب من جميع الطواقف من جميع المحافظات فحيطة ان احنا بدينا للشعب هو راح للشعب اتفاع ده للصفن والعائد الصندوق ممكن يضيف اي كده ممكن لو في مشروع يخصها اي قناة السويس كحيقة في المجرى الملاحية او في عدو انا بأتكلم يا فندي ما احنا حضرتك بنصح بالنام بنلاقي قوانين موجودة منعرفش عنها اي حاجة فده اللي انا اقصده ان هو من المفروض بالمنقشة المجتمعية اللي انا بطلبها يعني احنا بنتكلم ان احنا مبارح الطلب مننا نكون موجودين هنا في خلال مثلا عشر ساعات ليه احنا جنوصل نفسنا ان احنا نكون في المدة دي ليه ما نديش لنفسنا فرصة من قبلها ان احنا نناقش مع كل الاطياف الموجودة خاصة ان الاعلام ساند الدولة المصرية ماشا عدو في صندوق هل الصندوق بعد كده هتم فصله كما حدث عمل هاية لقناة السويس وكده يا فندي ما في زراعين اقتصاديين في نفس المنطقة يعني كمستثمر اجنبي هاييجي للصندوق ولا هيروح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس شكرا يا فندي لا هو المستثمر اللي هاييجي واللي هاييساعد تبقى للمشروع اللي احنا هنعمله وتبقى ليه مش جاي للصندوق يعني المشروع اللي جاي يستثمر معنا وجاي شاركنا مش جاي للسندوق هو جاي للمشروع لو انت اديت مشروع جيد وبدراسة جدوة جيدة هيبقى فيه حد ييجي فيه لكن هو مش جاي اساسا للسندوق لكن هو يعني برضو نفس القناة السويس على السندوق لكن لو اللي جاي جاي للمشروع اللي انت بتحدده او اللي انت بتعرضه هي الاقتصادية طبعا هي منفصلة تماما دلوقتي عن قناة السويس وليها مشاريعها على فكرة ونجحة وشغالها كويس احنا ان شاء الله برضو نبقى شغالين ونعمل مشروعات عملاقة زي ما قلت وزاد جدوة اقتصادية عالية ونحقق بها نجاحات ويبقى اتنين زراعين كبار مدام يبقى زراعة صغيرة وزراعة كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم اولا بنشكر حضرتك فاندم والهيط قناة السويس العملاقة على هذا المؤتمر العالمي اللي فعلا نجي في وقته وفي حضور طبعا السيد كرم جبر رئيس المجلس الاعلى والسيد النقيب ضياء بيرا شوان نقيب الصحفيين وبنرحب بيهم على عرض اسماعيلية وفي هاية قناة السويس احنا طبعا فاندم حضرتك اعتقد لميت كل الاسئلة واوضحت للشعب المصري زي ما الاختي الزميلة قالت لبيع الفول للمزارع اللي في الغيط لأي حد في الدنيا ان السندوق ده شيء مستقل تماما عن هاية قناة السويس واعتقد حضرتك احنا بس من خلال كلام حضرتك الوقتي ومن خلال كلام الزمر الأفاضل في حتة صغيرة ظهرت ان في حالة مثلا قلت حضرتك فيه 70 مليار في السندوق طب يفرض مجلس النواب المؤكر رفض قانون السندوق ما مصير تلك الاموال وهل حضرتك قناة السويس حضرتك قلت ان المشروعات كلها عبارة عن ترسانات سفن ليه ما يكونش فيها سيسمرات زرعية مطورات عقارية مثلا زي ما حضرتك قلت ان احنا لو خدنا قطعة ارض كبيرة وعملناها مدينة جديدة وجنبي القناة محتاجة لحاجات دي جدا وفي الساعة دي حضرتك اعتقد لو احنا بننا مثلا عمارة بفلوجه السندوق من حق السندوق يبيع العمارة للناس هل هو ده القصد في كلمة بيع في القانون اللي الزميل قال عليها كان مفروض يتغير ولا لا واعتقد ان دي اعتبر اول حصالة وافضل حصالة ان شاء الله تتعامل زي ما كل بيت في حصالة وبنشكر حضرتك جدا جدا على ساعة صدرك شكرا كنا وطبعا ايه زي ما حضرتك قلت لو احنا بينا عمارة وبيناها المقصود بالنبيع اصول السندوق برضو ليست الهيئة حاجة من اصول الهيئة يعني فالموضوع فعلا معمول علشان ان احنا عندنا السهولة والتعامل بسهولة مع السندوق يبقى احنا مش مقيدين يبقى كده ان احنا ممكن تعمل مشروع جديد ومشروعات وعرفكرة مختلفة انا بس اديت مثال اديت مثال اللي احنا فعلا محتاجين ودلوقات اللي احنا نتكلم عليه هو بناء السفن العملاقة والترسانات العملاقة لكن اي مشروع حيبقى مجدي ودراسات الجدوة حتقول عليه انه مجدي تبقى لبيوت الخبرة حننفذه على طول طبعا مده حيبقى فيه عائد للسندوق والدول اصام كامل صحفي الحقيقة ست الفريق انا سعيد جدا بانه انت حضرك دعيت لهذا المؤتمر لانه جزء من الحوار المجتمع اللي اشار اليه الزملاء لكن الحياة فيه ثلاث نقاط بتمنى ان احنا نزيل عنهم اللغة احنا عندنا دلوقتي الهيئة نفسها تستطيع ان تنشئ مشروعات وشركات عندنا الهيئة الاقتصادية اصلا قائمة على تنمية ما حولها القناة وبمشروعات ضخمة جدا ثم الصندوق يعني التناقض الكبير بين التلاث يعني فيه تلاث حقوق تقريبا بيتساو لانه الهيئة تستطيع والصندوق ينشأ لغرض ايضا للسسمار ثم الهيئة فانا ليه عندي تلاثة ليه ما بيشتغلش على واحد بس دي جزئية جزئية التانية حقيقة احداك اشارت لانه فيه تمانين مليار على جامب الله انا ما شرتش والله ما قولش الرقم ده خالص يعني ما قولش الرقم خالص يعني ما عرف يبقى انا فهمت الخضاء يعني فيه فيه في مبلغ على جامب مليارات يعني برضو على جامب ده جاء ازاي اخر حاجة ان انا عايز اقول انه لابد من حوار وطني مواسع مع الاحزاب السياسية لان فيه احزاب بتتكلم على انه قناة السويس ليست مالا عاما وانما جزء من الاقليم وجزء من الاقليم بيبقى اكثر قداسة من المال العام وان الحوار الوطني هيفيد المشروع ويرسخ ويزيل المخاوف لان هذه اتصور انها مخاوف وطنية مشروعة ومحمودة يعني احنا نمبسط جدا ان الشعب المصري لديه هذه الحساسية المفردة تجاه هذا المرفق لانه ليس ممر مائيا وانما هو ممر بدماء المصريين وارواحيين شكرا شكرا طبعا اللي حصل ده والجدل ده كله برضو لازم نقوله انه هو حاجة محمودة اهمية هذه القناة السويس عند الناس كلها وعند المصريين كلهم لأهمية خاصة ومرفق وطني وقومي وطبعا اهميته عندهم حاجة كبيرة جدا ولازم يبقى قلقين عليه ولكننا عايزهم يقلقوا عايزهم يطمنوا جدا اننا ليس نعمل حاجة تمس قناة السويس ولا أصول قناة السويس حيب طول اننا نعمل مشروعات من قناة السويس لو انا عملت مشروعات من قناة السويس يبقى انا حاجة هاخد فلوس من اللي بتقول للدولة لان زي ما قلت انا النسبة الاجبار او تقريبا كل الفلوس النسبة الاجبار من العقد من قناة السويس بيعول الى الدولة فبالتالي تدائما بتعمل حاجات مشروعات تكون بقى محتاجها جدا للهيئة وسعب ترجع تاخد من الدولة فلوس عشان المشروع ده او باكتتاب زي ما حصل في قناة السويس جديدة وبالتالي همش عايزين نعمل كده مدام انا اقدر اعمل دولات صندوق ادير بيه بعض المشروعات وحتى مشروعات تفيد دهية قناة السويس فإيه المال ان انا اعمل كده بالنسبة للحوار الوطني تاني بنتكلم فيه انا بقول انحنا يعني احنا عدينه ده 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 انا اعتبر ان حوار الوطني انت حضرتك برضو تقريبا ما سيتوش جزء من اي سؤال في الموضوع ما غطتهوش انت غطته كل الاسئلة واكتر منها بكتير جدا يعني فما يتنقل الكلام دول للناس اعتقد ان ما فيش حاجة فلتت تكون في دماغ حد عايز اسأله وانت سألتش ونفس الموضوع برضو مشروع رايح للبرلمان والبرلمان هم فيه اعضاء النواب هم هم النواب الشعب ومن جميع المحافظات ومن جميع الفئات والطبقات وبالتالي برضو احنا اعتبر انه حوار وطني وانا لا املك طبعا انا اعمل حوار الوطني اقول ان ما فيه حوار وطني لكن انا اقول على قد خبرتي وعلمي ان الحاصل هو جزء مصغر من الحوار الوطني ويكفي ويكفي بالموضوع دي مساء الخير يا فندم كريم صبري من قناة اي تي سي بسأل حضرتك يعني شركات الهيئة يصل عددهم لثمان شركات وواضح من تسميتها انها شركات لوجستية سؤالي يعني الشركات دي زي شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة للحبال ومنتجات الالياف يعني اي التعامل للشركات دي فندم واي القيمة المضافة اللي ممكن تقدمها للصندوق شكرا جزيلا طبعا الشركات دي مملكة للهيئة من اصول الهيئة وبدأ يتعاملها مع افتداح قناة السويس او يعني جزء منهم هم على فكرة دوات ست شركات هم كانوا سبعة وعملنا في الهيكلة ضمنا شركتين على بعض فاحنا عندنا ست شركات دول من وصول الهيئة برضو اتعاملوا مع الهيئة مع بداية قناة السويس لما تفتحت علشان يخدموا الهيئة بس لانهما كلهم كل الشركات دي كلها تشتغل عليه لانما بناء واصلاح وصيان السفن حاجات تخدم الهيئة لانما زي ما حداك قلت حبال حاجات تستخدم في الهيئة او رباط عشان يساعدوا في عمليات الرباط فكلهم يدوروا في فلك واحد اللي هو خدمة الهيئة يمكن بداية نحن نبص دلوقتي للشركات تبدأ تتطور ويبقى فيها مشروعات وتبدأ تبني سفن وتبدأ نشتغل في الموضوع دول لكن هي أساسا معمولة للهيئة أساسا وهما ست شركات عدري بتقول تمساح فعلا لبناء واصلاح سفن تطلع عليه مراكب الترسالة مثلا السويز تطلع عليها مراكب يعني الأول كانت موجودة معمولة عشان سفن الهيئة سطول الهيئة تصلح المراكب أجنبية بتطلع على الأزق نتيجة الثقة في هاي كانت سويز وفي الشركة دي وفي الشغل اللي بيستغل لأن الحض عايز تضمن برضو أنه محجوز ده غير شهر ستة السنة الجاية فهي بتشتغل للهيئة وتشتغل برضو القطاع الخاص لكن السندوق سيبقى حاجة تانية عيمن عبد المجيد رئيس تحرير عشرين عشرين بعد مرور خمس سنوات على افتتاح القناة الجديدة كان لها شرف لقاء حضرتك في حوار موسع لبحث القيمة المضافة للمجرى الملاحي الجديد وكان في حديث عن زيادة في الدخل بقيمة سبعة أربعة وسبعة من عشرة مليار كان في زيادة في نسب الحاويات بنسبة ستاشر وأربعة من عشرة وكان في حديث أيضا عن نسبة العبور ارتفاع لتسعين متوسطات السفن في ذلك الوقت بما يعني أن مثل هذه المشروعات التي بتشهد بعض اللغة في الشروع في إنشاءها ثبت في المجرى الملاحي أن متحقق فعليا قيمة مضافة ده بيعزز أيضا السقة في المشروع الجديد ويجعلنا نشكر الرئيس للتوجيه بإجراء هذا الحوار أو هذا المؤتمر للفصل ما بين الرؤى الوطنية والمخاوف الوطنية من جانب وقطع الطريق على أشعاد من جانب آخر ومن هذا المنطلق أنا أريد أن أسأل سيادتك السؤال واضح حول أن القناة الآن لديها أو الهيئة الآن تملك عدد من المشروعات الاستثمارية المملوقة للقناة منها مزارة سمكية ومنها صيانة السفن ومنها خمس موانئ لوجستية فما هو الفرق أو الخطوط الفاصلة هنا ما بين السندوق وما سيولد أو سيتولد لديه من أصول يعني في فرق ما بين الأصول السابقة والمملوقة الآن للهيئة وده لا مساس به وتحت السيادة المصرية بشكل كامل ولا شراكة ولا أي استثمار فيه غير للهيئة ما هي الخطوط الفاصلة هنا ما بين الأصول عندما تنشع الأصل الذي سيتولد ويكون مملوك للسندوق وسيتم الشراكة فيه والتداول عليه وما بين ملكية الهيئة بشكل عام بصفتها شريك هنا منفردة بالإدارة والملكية وهنا هتكون شريك في الملكية ده سؤال السؤال الثاني في حال إنشاء السندوق وإكراره من البرلمان بشكل نهائي سيكون لدينا ميزانية أو موزنة تقديرية بتقول من الهيئة لميزانية الدولة ومن ثم الفائض باسب للسندوق لمضاعفة الاستثمار وخلق قيمة مضافة هل ذلك يعني أن دخل الميزانية من القناة سيكون سابت الرؤية هنا أي برضو أعزين نوضح الجمهور والسؤال الأخير عشان لو أطلع على حضرتك ما هي القدرة التنفسية التي طرعت على القناة والتصنيف العالمي الذي تحقق نتيجة القناة الجديدة أو المجرى الملاحي الجديد واللي هو سامح طبعا بمرور أكبر 12 سفينة عالمية أكبر حديث شكرا شكرا أنا أخذ جزء بس من حضرتك لما قلت النسب أنه كانت 4 مليار و800 مليون كان قبل قناة السويس الجديدة وبعده وصلنا بعد كده إلى 6 وصلنا إلى 7 وصلنا إلى 8 الحمد لله نفتكر كده أيام ما كنا بنبدأ حفر قناة السويس الجديدة واللغط وردو اللي كان كبير والكلام اللي كان لازمة ونحن نسرف فلوسنا على الفاضي ونش هتدخل دخل أكتر فيعني برضو نتذكر كده الأيام دي والكلام اللي كان بيتقال على السدو حيباليه أثر على الموازنة يعني حيباليه أثر بالإجاب أنا عايز أقول لك أن الموازنة بتاعة الدولة اللي حيبت دالها كل سنة بتزيد بالمليارات مش هقول أرقام لكن هي بتزيد كل سنة بالمليارات نزيد الزيادة يعني برضو ما بخبيش الزيادة يعني أنت كنت بتدي مثلا المبلغ كذا طيب أنت دلوقتي تزيد بنسبة 25% يبقى الزيادة بتزيد على خزينة الدولة بنفس القيمة السندوق هيبقى نفس الموضوع السندوق هيبقى لي ميزانية وحيبقى لي مجلس إدارة وحيتناقش الجهاز المركزي حيبقى بيرقبه وبعدين هتروح الميزانيتين للمجلس النواب والموازنة وتتناقش برضو تاني وبرضو حيطلع منه جزء للدولة ويطلع جزء منه ومش هاختلطوا ببعض يعني مش هنلاقه هنا أهلا وهنا أزد لا مش هاختلطوا ببعض لكن احنا بنزود الميزانية بتاعة الدولة كل سنة نتيجة زيادة قناة ورب تزيد أكتر من كده إن شاء الله وحنزود أكتر بالسندوق إن شاء الله لما مشروعات بتاعة تبقى نجحة ومحققة تقريباً يا جواب التكنولي أشكركم شكراً جزيلاً وأشكركم على المجهود اللي انت عملتوه نحن نوضح للناس كلها حقيقة الكلام اللي كان بيتقال أو حقيقة نحن نوين نعمل إيه والمكاسب إن شاء الله اللي إحنا هنحققها وفايدة هذا الصندوق شكراً جزيلاً